السلام عليكم وحمد الله وبركاته معك عبدالعيس حسن نور حمدان سابت كومنت على القناة لو انت برضو عندك سؤال ممكن تسيبه على القناة وان شاء الله هرد عليها في فيديو لو السؤال المهم كانت بتقول ايه بتقول ازاي اختار التكنولوجي اللي عام بيال بروجيكت وهي سمعت من الناس فيلانسر بيقولوا ان العميل مش هيدفع المبلغ المطلوب فبالتالي هم يعملوا الشغل على قد فلوسه فهل ده معناه ان هو هيقليلي كواليتي ولا يحسب بزبط طيب خلينا بس نبص على الجزء الاولامي السؤال هو ازاي اختار التكنولوجي اللي عام بيال بروجيكت فيه تلات عوامل انا انا شخصيا بحدد على الاساسهم التكنولوجي اللي انا هستخدمها ترتيب العوامل دي على حسب الموقف او على حسب بروجيكت يعني ممكن العامل رقم واحد يبقى هو اهم حاجة في بروجيكت ممكن يبقى اخر واحد في بروجيكت يعني اتفعنا على حاجة دي يعني العوامل هقولها دي ترتبها ببيفرق على حسب البروجيكت لازم تبص البروجيكت عامل ازاي وعلى اساسه تحدد طيب اول عامل وده يعتبر من العوامل مهمة جدا جدا على حسب السوق يعني ايه على حسب السوق كل سوق من الاسواق اللي موجودة سواء الوطن العربي سواء مصر سواء السعودية سواء اوروبا سواء امريكا كل سوق بيفضل لغة معينة هتلاقي اللغة دي هي فيها اكتر كمية مبرمجين في السوق ده يعني مثلا لو بصني السوق مصري كمسال هنلاقي ان البيتش بي والاس بي دول اكتر لغتين لو انت عايز تلاقي الديفولبر هتلاقيهم فيها يعني انت لو عايز من بكرة الف ديفولبر بيتش بي هتلاقي الف ديفولبر بيتش بي لو عايز خمسة مية اس بي هتلاقي خمسة مية اس بي فبالتالي اللغتين دول متوفرين جدا 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 فده معناه ايه ده معناه ان اي حد عايز يشتغل بروجيكت لو اشتغل بيتش بي او اشتغل اس بي ده حاجة كويسة جدا جدا طب ايه السبب في كده السبب ان انت لو جبت الديفولبر وخليته عملك البروجيكت واختلافت معي لاي سبب يعني اختلافت مع الديفولبر لاي سبب هتلاقي بيدله عشرة لو قل معاك او ما كانش بيدليفر او ما كانش بيسلم الحاجات في معادها ساعتها انت برضو هتلاقي ريبليسمنت او هتلاقي واحد مكانه بسرعة انا شفت انها الشخصيا بيرمو شغل سنين شغل سنين حرفيا بسبب ان اللي عملو لهم البروجيكت الناس اللي عملت لهم البروجيكت اختار التكنولوجي مفيهاش ناس كتير شغالة فبالتالي لما حبوا يمشوا الناس دي وقعوا لان مفيش غيرهم شغال تقليل من بداع دي وممكن يكون فيه ناس شغالة بس مش كتير فبالتالي هم ادوروا مالقووش مش شرط يبقى فيه واحد بس اللي جغال بها لما ممكن يبقى فيه 1000 واحد بس 1999 مش جايين معهم مش عارفين يديلو معاهم فبالتالي اول حاجة دايما افحص سوق العمل عامل ازاي لو انت كلاينت ولو انت ديفلوبر حاول تختار تكنولوجي سيدة في سوق العمل عشان الكلينت لو اختلف معك او لأي سبب حصل عايز يسيبك يلاقي ريبليسمنت بسرعة من غير مقافية مشاكل طيب دي اول حاجة الحسب السوق على حسب التكنيكالتي يعني فيه اوقات البروجيكت بيكبرك ان انت تختار تكنولوجي معينة لان هي هتفيدك في البروجيكت ده هديكم مثال احنا في يوم الايام كان بنقارن ما بين نوت جي اس وما بين جولانج طعم بنقارن بينهم على اساس البرفورمانس وكان اكتر حاجة فيهم هتدينا البرفورمانس هنختارها فحنا خطرنا جولانج ليه? احنا احنا جبنا سيرفر 2Gb ram و 1 core CPU يعني بورستولو 1 core و 2Gb ram و 2Gb ram وحطينا عليه ابيكيشن جولانج وحطينا عليه ابيكيشن نوت جي اس واسنا عملنا احصائية كانا بين الاتنين طعم؟ لقينا ان جولانج بيقدر يستقبل زيارات اكتر من النوت جي اس تحت اضعافه فبالتالي احنا خطرنا هنا ان جولانج لان انا كنا عايزين ناستقبل زيارات كتيرة فبالتالي السبب ده technicality هو يعني الـ GoLang فرقة عنه Just technical wise الـ GoLang اخترناها لان هي technical wise في بعض الـ Projects هتلاقي نفسك في الـ Situation ده اللي هو انت بتختار ما بين التكنولوجي على حسب التكنولوجي التي تعيتها فبالتالي لو انت حضرت في الموقف ده هتتطار غاز معانك تختار التكنولوجي اللي بتفت مع الموقف بتاعك فده حاجة من الحاجات اللي يجب تحطها في حسابك وانت بتختار التكنولوجي ان هي تكون فت لـ Need بتاعتك طيب ده تاني سبب بالنسبة لي ازاي تحد التكنولوجي اخر سبب وده سبب مش مش مهم قوي بس هو سبب في بعض الاحيان اللي هو على حسب الـ Budget بتاعت الـ Client يعني في يجي Client يقولك انا عايز مسلا موقع بـ 3000 جنيه مسلا ده يقيم هتعمله موقع على وكس طبام يقيم هتعمله Wordpress هنا الـ Budget بتاعت الـ Client هي اللي حددت التكنولوجي طبعا انت مش هينفع هتديك 3000 جنيه تروح تعمله Infrastructure وتجيب سيرفرات وشعب ايه لا فيش كامده هي يا دوبك يا دوبك تجيب له سيرفر صغير كده او تجيب له Shared Host بـ 5 دولار وتسلمه الموقع Wordpress بس هو هنا الـ Technical هو الـ Budget هي اللي حاكمت فيه ناس بيعمعوا الـ Budget كويسة يعني فيه ناس بيجي قولك انا مش مهم عندي الـ Budget انا مهم عندي من دي وان الموقع يستحمل 100 ألف فيستور فبالتالي هنا مش مهم بقى التكنولوجيز انت تستخدمه افتح بقى يا معلم وهالتكنولوجيز انت عايزة المهم تديني الـ Performance ده فالحتة دي برضو بتفرق في اوقات كدير هي مش حتة مهمة قوي ومش معظم الناس بتتعامل معاها بس هي موجودة وستيل برضو بتأثر في التكنولوجيز اللي انت هتستخدمها لو الـ Budget كبيرة هتستخدم تكنولوجيز اكتر طيب دول التلات اسباب او تلات عوامل لنا دائما بفاضل بينهم عشان اختار التكنولوجي اللي انا هستخدمها طبعا ده بالنسبة للشقة الاولاني من السؤال تعالوا نشوف الشقة التانية الشقة التانية بيقول ان هي بتسمع عن الناس فريلانسيز كتير بيقولوا ان العميل مش عايز يدفع المبلغ المطلوب فانا عمله الشغل على قد فلوسه بص انا هقول لكم انا هقول لك انا بعمل ايه بالظبط انا شخصين بعمل ايه وعلا اساسها انت هتقرر بقى وانت هتقرر اي انت هتعمل ايه انا لو انا مثلا باخد اي كوميرس مثلا انا عشان اعمل اي كوميرس كويس مثلا محتاج الف جنيه فلو الـ Client هيدديني الف جنيه هعملها له وهعملها له بشكل كويس مش هيدديني الف جنيه مش هتعامل معاها اصلا من داي وان كده يا معلم الـ Project هكاليفك كذا تكلفك كذا. انت هتشتغل عليه وهتقول لي امين خلاص تمام. مش هتشتغل عليه خلاص براحتك. انما انا مش اقلل في البودجت. ليه? لان انا مش بحب مسلا اطلع حاجة. دايما بكيش دايما بعمل شغل معين كده عشان البرفورمس بتاع الوبساتي باكويس وتبقى الدينية سريعة. انا بمعمل شغل ده دايما. مفيش ووبساتي بتلاغي لما بعمل فيه الشغل ده. فبالتالي الشغل ده بياخد مني مجهود. في اما كون واخد مقابل للمجهود ده يا ما بلاش. فانا من داي وان بحدد البودجت ولو الراجل اللي قدامي او الكلين بالبودجت يعني موافق على البودجت هو البودجت مرايحة. خلاص تمام. مش موافق خلاص يعني مش هعمله. مش هعمله اصلا. مش هتناقش مش مش هتناقش معا مش هعمله ولو اصلا. هلو لأ مش عايز اعمل الديل ده. انا بمزاري ده كشخص. طيب. هل الناس ملتزمة باني انا قلته? لا. مطلقا. انا موثق ان فيه شركات بتعمل شغل. يعني انا فيه شركة حضرتها. انا روحت شغلت عام شوية ومشيت بصراحة. مش مشيت بسبب اللي انا هقولولكو ده. الناس كان بتعمل ايه? هي الناس عاملة اي كوميرس. طيب. يعني هم طالعين موقع اي كوميرس. تمام. يجي لهم بقى حد عايز اوبر. ياخدوا الاي كوميرس كوبي يحطوا بيست ويعدلوا فيه عشان يبقى اوبر. يجي لهم واحد عايز شات ياخدوا ده كوبي يرمي بيست يعدلوا عشان يبقى شات. طيب يا ابني انت عامل الكول بتاعك على الاساس انه هو اي كوميرس. تمام? ازاي تتغيروا بالشكل ده? فده مش مشكلة. فيه ناس كتير بالوضع ده. فيه ناس كتير جدا 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 بالوضع ده. بيحرقوا شغل عشان ياخدوا فلوس اكتر في وقت قليل. هل ده صح ولا لا? والله هو ده صح ومش صح. يعني هو صح ومش صح. صح لان انت في الاخر مبيتفعش فلوس كتير. يعني الناس اللي شغال بقلصوب ده بتعمل ال 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 بفلوس قليلة. مش بفلوس كتير. طعم? ومش صح لان هو مش بيطلع شغل كويس بيطلع شغل اي كلام. وبيقى في مشكل كتير جدا 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 جدا. والناس اللي انا رحت لهم اصلا الناس دي هما كانوا عايزين حد يجي يهندل المشاكل دي. فانا لما رحت شفت المشاكل دي كلها ايه ده? انتو زي مش غالين كده اصلا. وكان مفيش حلول كتير قدامي يعني مفيش حلول كتير ان انا اهندل الكصص دي. فطريت ان اتوكل على الله وامشي. طعم لان انا مش فيش في ايدي حلول. هما كان عايزين حد يعدل وضعنا. وانا مكنت شعف اعدل وضع ده. فتوكلت على الله مشيت. قلت له مش قادر الكامل بصراحة بالسلوب ده. فخلي بالكو من حاجة. النوع بتاعت. ان الشركات بتاخد الكود وبست وبتلزق وبتأسأس والكلام ده كله واي كلام. ده موجود وموجود بشكل كبير جدا جدا. وعلى فكرة على مستوى الشركات كبيرة كمان. مش مستوى الشركات الصغيرة يعني اللي بيقولك عليهم ديش يعني كان فيش شركة غرفة كبيرة من الصغيرة ومعهم فروس كتير. رغم كده يعملوا كده برضو. يعني انت بفهمش ليه بيعملوا كده. يعني انت شركة كبيرة ومعاك فروس كتير وتعب تهير بلد فروبر الف. طب بتعمل كيه ليه? مش عارف يعني انا انا عاجز اوقات ان انا فهم دماغي اللي اسماش ازاي. لو انت بصص لها ان انت هتكسب كتير. انت هتكسب كتير فعلا. بس السمعاتك هتروح في دهي. وفي في في لحظة ما انت بشاف تهندل الناس. شاف تهندل المشاكل اللي عندهم. تلاقي كل يوم يطلق بمشكلة. كل يوم يطلق بمشكلة. وهتلاقي مسلا عشرين بيجروا بك كل يوم. طب انت هتعمل لي ساعتها. يعني هي 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 صح ومصصحة في نفس الوقت. الفكرة نفسية موجودة. بالنسبة للنقطة اللي بتتكلم فيها ريم. اه اه في ناس بتعمل كده اه. اللي هو اطلق من الكلينت مش هيتفع فلوس كتير. اه هنمشي له الدنيا ونلسق ونطلصم ونعمل دي مش عارف ايه ونعمل دي مش عارف ايه. وخد يا معلم اه شوف انت بقى. طب. وحنا شفنا اما شفتها مسالة كتير زي كده يعني مسلا كنت شايف مرة مسلا حد بيعمل كوهيري لامتين الفي روف اه في بيج. فكانت الدنيا بفرقة يعني. فلا يعني بتشوف بتشوف ما هزي كتير في الحيط دي بزد. فأنا رأيي لو انت وفيه كلاينت جايلك. الكلاينت ده مش هديك الفلوس انت عايزها ما تشتغلوش. صدقني سمعتك اهم من انت تشتغل دخل فلوس دلوت. بس يعني. اه اتمنى اكون اه جوابت بشكل وافي عن الاسئلة. السلام.